اهلا بكم مشاهدنا من جديد ترأس سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان رئيس مجلس المناقصات والمزايدات الاجتماع الأسبوعية للمجلس حيث جرى مناقشة عدد من الطلبات المتعلقة بالمناقصات الحكومية بصفته الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على ممارسة المناقصات والمزايدات الحكومية وقام المجلس بمناقشة سبل تأسير إجراءات مشاركة مقاولي الإنشاءات المحليين في المناقصات الحكومية حيث تمت مراجعة معايير تأهيل المسبق لمقاولي الإنشاءات وتبادل الأراء بشأن الخيارات والأدوات المتاحة التي من شأنها تحفيز المقاولين المحليين على المشاركة في المناقصات وتنفيذ عقود المشاريع كما تم خلال الاجتماع استعراض دراسة تحليلية لقياس أثر تطبيق معايير التأهيل المسبق المعتمدة خلال عام 2017 على قطع مقاولي الإنشاءات والتوصيات التي تسهم في رفع مستوى الجودة والأداء في تنفيذ المشاريع الحكومية بلغ المتوسط اليومي لقيمة الأسهم ووحدات الصندوق الاستثمارية العقارية المتدولة مليونان و87 ألف دينار بحراني في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم ووحدات الصندوق الاستثمارية العقارية المتدولة أربعة ملايين وثلاثمائة ألف وخمسمائة وخمسة وتسعين سهما ووحدة أما متوسط عدد الصفقات خلال هذا الأسبوع فبلغ مئة وثلاثة عشر صفقة المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي بلغت كمية الأسهم ووحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة والمدرجة في برصة البحرين خلال هذا الأسبوع 21 مليون وخمسمائة وسبعة ألاف وتسعمائة وثلاثة وسبعين سهما ووحدة وبلغ إجمالي قيمة الأوراق المالية المتداولة بقيمة قدرها خمسة ملايين وأربعمائة وأربعة وثلاثون ألفا وتسعمائة وتسعة وتسعون دينارا بحرينيا نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال خمسمائة وثلاث وستين صفقة وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 27 شركة ارتفعت أسعار أسهم 15 شركة في حين انخفضت أسعار أسهم 6 شركات واحتفضت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق وفيما يتعلق بمساهمة القطاعات في القيمة الإجمالية للأسهم فقد استحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع الخدمات أما المرتبة الثانية فكانت من نصيب قطاع البنوك التجارية وعلى مستوى الشركات جاءت شركة البحرين لاتصالات باتلكو في المركز الأول من حيث القيمة وجاء في المركز الثاني البنك الأهلي المتحد ولا المشاهدين نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية أعلنت اليابان أنها استوردت خلال شهر يونيو 2019 من دولة الإمارات العربية المتحدة ما مجموعة 28.899 مليون برميل من النفط الخام ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن بيانات وكالة الطاقة والموارد الطبيعية في توكيو التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناع اليابانية أن نسبة واردات النفط من الإمارات بلغت 34.7% من إجمالي الواردات النفطية اليابانية مشيرة إلى أن كمية النفط الخام التي استوردتها اليابان خلال ذلك الشهر بلغت 83.331 مليون برميل وضمنها بلغت نسبة النفط العربي 72.533 مليون برميل بنسبة 87% أعلن رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الفريق مهاب مميش أن حركة الملحة بالقناة سجلت الجمعة رقما قياسيا غير مسبوق في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة على مدار تاريخها بعبور 81 سفينة وهو أكبر عدد من السفن يعبر القناة في يوم واحد بأعلى حمولة يومية كلية بلغت 6.1 مليون طن وقال مميش أن مشروع قناة السويس الجديدة يعد علامة فارقة في حاضر القناة ومستقبلها ومنصة جديدة لخدمة حركة التجارة العالمية قدمتها الدولة المصرية للعالم أجمع مشاهدين النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل ألفابيت تتربع على عرش الشركات الأكثر ثراء بعد أن أطاحت بشركة أبل من قائمة أغنى شركة في العالم أظهر مسح نشر أن نشاط قطاع الصناعات التحولية في تركيا تراجع في يوليو للشهر السادس عشر على التوالي وقالت لجة من غرفة اسطنبول للصناعة وي اتش اس ماركت أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع هبط إلى 46.7 في يوليو واصلا التراجع عن مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش وأضافت اللجنة أن البيانات في يوليو أظهرت أن إجمالية طلبيات الجديدة وصلت التراجع وسط أوضاع صعبة في السوق لكن صورة إيجابية نسبيا للصادرات شجعت بعض المصنعين على زيادة الإنتاج استانف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربه التجارية على الصين معلما في تغريدة أن بلاده ستفرض اعتبارا من أول سبتمبر رسوما جمركية بنسبة 10% على 300 مليار دولار من الواردات الصينية لم تكن مشمولة بهذا الإجراء لكن ترامب أوضح أن المفاوضات التجارية التي استؤنفت هذا الإسبوع في شانجهاي بين البلدين ستتواصل كما هو مقرر وبرر قراره المفاجأ بكون بيكين لم تفي في رأيه بوعدها بشراء كميات أكبر من المنتجات الزراعية الأمريكية وبرر قراره المفاجأ بكون بيكين لم تفي في رأيه بوعدها بشراء كميات أكبر من المنتجات الزراعية الأمريكية وردنا على ترامب قالت وزارة الخارجية الصينية أن بيكين ستضطر لاتخاذ إجراءات منضادة إذا أصرت الولايات المتحدة على فرض المزيد من الرسوم على الواردات الصينية وانتقد وزير الخارجية الصيني وانغي قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمهوركية عقبية جديدة على صديرات بلاده وقال وانغي أن فرض رسوم جمهوركية ليس بأي حال من الأحوال وسيلة بناءها لحل الخلافات الاقتصادية والتجارية والآن مشاهدين نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية وفي آخر أخبارنا الاقتصادية تمكنت ألفابت الشركة الأم لجوجل من إيطاحة شركة أبل من قائمة أغنى شركة في العالم لتتربع على عرش الشركات الأكثر ثراءً وفق ما ذكرته صحيفة فينانشل تايمز الأمريكية وذكرت الصحيفة أن اعتباراً من الربع الثاني من هذا العام أصبحت شركة ألفابت تمتلكه 117 مليار دولار أمريكي من احتياطي سيولا مقارنةً بـ 102 مليار دولار لشركة أبل ويقول خبراء اقتصاديون أنه على الرغم من الفوائد الكبيرة لحصول مثل هذه الشركات على الأموال النقدية الكاش فإن كسب لقب ملوك النقد قد لا يعطي هذه الشركات الكثير من الأسباب لاحتفال بذلك ترجمة نانسي قنقر